سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم ومن باب التغيير رح نسوي تمن بالماكرونة والدجاج بطريقة جدا بسيطة وسهلة وجدا طيبة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة لا تنسون تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الوصفات اللي أنزلها نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل في مقلات ضفت كمية من الزيت وراس بصل كبير ثرمته ناعم بهالشكل هذا ورح أقلبه إلى أن يذبل أول ما يذبل البصل رح أضيف قطعتين من صدر الدجاج قطعتها مكعبات صغيرة رح أقلب صدور الدجاج ويلبصل وأنتظر إلى أن يصير لون الدجاج أبيض بعدها أبدي أضيف التوابل طبعا التوابل اللي تتقيدون بالأشياء اللي رح أضيفها تقدرون تغيرون بيها رح أضيف رشة من السبع بهارات المشكلة رشة من جوزة الطيب ورشة من الكبابة المطحونة نصف ملعقة كوب من الثوم الفاودر إذا ما متوفر تقدرون تضيفون الثوم الفرش وملعقة كوب من البابريكا وكمية من الملح طبعا الملح حسب رغبتكم مش قد تريدون تخلون وما يقارب ثلاث ملاعق طعام من دبس الرمان رح أخلط هسا المكونات مع بعضها ونتظر إلى أن ينشف المي رح أغطيها ونتظر إلى أن يقارب أنه المي ينشف قبل ما ينشف المي 100% لاحظوه السبع دبها شوية مي قبل ما ينشف 100% رح أضيف ثلاث ملاعق طعام من الكجب ينطيف دنكها كلش طيبة هسا رح أحرك كويات دجاج وأخلي عن نار إلى أن ينشف المي تماما رح ننتقل هسا لعمل الرز في قدر ضفت كمية من الزيت وكمية من الشعرية طبعا الشعرية إذا تحبون تقللون حسب رغبتكم أنا هنا أضفت كوب منها الشعرية بقيت أقلبها إلى أن تتحمر وتتحمص بهالشكل هذا رح أضيف عليها كوبين من مرق الدجاج هذا مرق الدجاج أنا محتفظة به سابقا من تسوون دجاجة وتسلقوها احتفظوا بالميمالة بالفريزر شو كتما تحبون تستخدموا في مثل هيج وصفة تقدرون تطلعوا من الفريزر وتذوبوا وتستخدموا رح أبدي أتبل هسا الرز عندي هنا نصف ملعقة كوب من السبع بهارات مشكلة مع نصف ملعقة كوب من النومي بصرة المطحونة أو الليمون المجفف المطحون رح أضيف أيضا نصف ملعقة كوب من الكركم وكمية من الملح طبعا راعوا كمية الملح لأن مرق الدجاج أكيد من ملح والدجاج اللي سويناه أيضا بملح انتظرت يغلي يلا ضفت الرز ضفت كوبيا من الرز أو التمن غسلته ونقعته لمدة نصف ساعة طبعا مدة التنقيع تعتمد على نوع الرز اللي رح تستخدمه ضفت أيضا كوب من الماكرونة والمعكرونة ضفتها كما هي بدون سلق ساويت السطح هس رح أضيف كمية من المي بحيث فقط تغمر المكونات لا تضيفون ميه هواية لأن احنا تم منقعي فرح نضيف فقط بهالشكل هذا انه فقط يغطي المكونات هس رح نغطي القدر انه تركه على نار متوسطة وكل شوية نفحصه فيما لو نشف المي رح أقلبه بهالشكل هذا وأرجع أغطيه إلى أن ينشف المي وهذا شكله بعد أن نشف المي تماما رح أقلبه وأتركه على نار هادئ لمدة ربع ساعة وهذا شكله بعد مرور أول ربع ساعة خلال هذه الفترة قلبت مرة واحدة فقط لاحظوا شكله شلون صار طبعا بعده مستوي بهالمرحلة هذه رح نضيف الدجاج اللي حضرنا هذه هي صدور الدجاج اللي حضرناها رح أخليها فوق الرز وأقلبها وأرجع أغطيه القدر وأتركه على نار هادئ لمدة ربع ساعة أخرى وأيضا خلال هذه الربع ساعة نقلب مرة واحدة فقط وهذا صار شكله بعد أن استوي لونه كلش حلو طعمه يخبل وريحته روعة وصفة سهلة وبسيطة وسريعة ما تاخد من عندنا وقت وطعمها كلش طيب إن شاء الله تجربوها وتعجبكم طبعا تقدرون تقدمون وياها طبق صلطة وشراب اللبن إذا تحبون فصرعتكم وجبة غداء بسيطة وسهلة وسريعة وإن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وحبيتوها إذا حبيتو أتمنى تخلو لي لايك وتشاركون الفيديو بين الأصدقاء واللي بعدما مشترك بالقناة وضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الوصفات اللي أنزلها شكرا للمتابعة وإلى اللقاء